اشتركوا في القناة واعداد ونسب البحرينيين الذين تم توظيفهم في الفترة الماضية في القطاع العام والقطاع الخاص وخطط وبرامج الوزارة للتوظيف خلال الفترة المقبلة وفي بداية الاجتماع أكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب الاهتمام المشترك والتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء حافظه الله مشيرا معاليه إلى اهتمام مجلس النواب بدعم جهود وزارة العمل في تحقيق التطلعات والطموحات الرامية إلى زيادة توظيف البحرينيين من جانبه أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل الحرص الذي توليه الحكومة لتعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين خاصة في مجالات العمل وتأهيل الموارد البشرية الوطنية لتسريع إدماجهم في مختلف القطاعات الانتاجية الواعدة وشرح ميدان إلى أن أهم المرتكزات المشتركة بين الجانبين في هذه المرحلة تتمثل في البناء على ما تحقق من إنجازات وتعزيز روح التعاون لتوفير المزيد من الفرص النوعية والواعدة للمواطنين إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والارتقاء ببيئة العمل والانتاجية ترجمة نانسي قنقر